بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه في هذه الحلقة نتحدث عن أحاديث عليها مضاو الشريعة ورد عن الأئمة العظام الكبار أنهم قالوا أنه يمكن أن تدار الشريعة كلها على سلاسة أحاديث أو على أربعة أحاديث أو على خمسة أحاديث من أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا يعني أن هذه الأحاديث من حيث الألفاظ والمعاني جامعة مانعة يندرج فيها الكثير من الأحاديث الأخرى يمكن أن تلخص أحكام الشريعة أول هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه هذا الحديث ربما دخلت فيه مئات الأحاديث بل آلاف الأحاديث لأنه يتكلم عن نية المسلم وأن هذه النية هي أهم مقصود في الشرع إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وآله وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه وهذا الحديث يهدف إلى أن ينبه المسلم إلى وجوب أن يجعل بينه وبين المحرمات وقاية الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام يوشك أن يقع في الحرام والحديث الثالث يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه من حسن إسلام المرء من تمام إسلامه ومن حسن إسلامه أن يترك ما لا يعنيه لا ينشغل بما ليس له ولا يدخل نفسه فيما لا يفيد والحديث الرابع قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث أطب مطعمك تكن مستجاب الدعاء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا فهذا أصل عظيم من أصول الشريعة ألا وهو أن تأكل من الحلال وأن تأكل من الطيب وأن لا تأكل مما حرم الله سبحانه وتعالى على هذه الأحاديث الأربع تدور كثير من أحاديث الشريعة وتدور كثير من أحكام الشريعة وبها يفهم ملخص هذه الشريعة أننا نتكلم عن النية وعن الكسب الطيب وعن اتقاء الشبهات وعن ترك المسلم ما لا يعنيه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته